أهلا وسهلا فيكم نتحدث عن ذكرى سيئة على الشعب الفلسطيني وعد بالفور ذكرى مشؤومة تعتبر ذكرى الرابعة بعد المئة نتحدث عن كلمات هذه الأغنية نحن صحيح نتحدث عن ذكرى مشؤومة ولكن بالرغم من كل هذه السنوات عواطفنا اتجاهها ما زالت نفسها نتحدث عن الكلمات التي دارت فيها وحملتها أيضا هذه الأغنية يعني بداية صباح الخير لكم صباح الخير لكافة المشاهدين مشاهدين فضائية فلسطين هذا المنبر الإعلامي الرسمي الذي نعتز ونفتخر بكونه مرآة حقيقية لثقافتنا ومقاومتنا الفلسطينية صباح الخير لكل فلسطين من بحرها لنهرها صباح الخير لأسران البواسل القابضين على جمر الانتظار والصمود أنا باتقادي أنه كل متقف فلسطيني وكل مواطن فلسطيني تقع على عاتقه عليه ما عليه لفلسطين يجب أن يقدمه لهذه الفلسطين العالية بحب وبقدار كل من مكانه وموقعه وبالتالي ليأخذ دوره في النضال الفلسطيني ويأخذ دوره ويسجل له أثرا في سجل الواجب الوطني الفلسطيني من هنا كانت البداية والفكرة والانطلاقة انطلقنا من أروقة بلدية تفوح ومنتقى الإبداع والتميز ليعلو هذا الصوت الحربي ابتداء من حرات وأزقة تفوح في محافظة خليل الرحمن مرورا بكل محافظات الوطن ويعلو النشيد ليتجاوز كل مساحات الحصار وصولا إلى كل أحرار العالم وكانت هذه الفكرة الأولى والبداية لانطلاقة هذا الحدث وحرصنا أن يكون انطلاق هذه الأغنية في تاريخ 2.11 يواكب يوم الدكرة وبالفعل كان لنا ذلك وفي صباح 2.11 جميع مدارس محافظة الخليل بثت هذه الأغنية وكان حدث يعني يحمل رسائل عدة وكثيرا ما تضمنت هذه الأغنية رسائل نحن نعتز ونفتخر فيها في هذه الدكرة هم أنت قدمت هذه الأغنية في هذه الذكرة المشؤومة أهمية مثل هذه الأعمال التي تركز على يعني الذكريات التي تخص فلسطين وتخص اقتصاب هذه الأرض في تعزيز الروح الوطنية ونتماء الوطنية ما لذلك والحالة النطلية طبعا هاي بالنسبة لموضوع الأغنية هو الأغنية احنا الغناء والإشي هو الروح وتعبير عن إما فرح أو حزن وكانت انطلاقتها الأغنية تعبيرا عن غضب الشعب الفلسطيني رفضا لوعد بالفور المشؤوم طب هلأ هي التجربة الأولى لأخنا نقولك عمل خاص بالضبط كيف الشعور؟ الشعور كثير كثير حلو لما نتحدث عن نوهبة بدأت في المدرسة المسارع خاصة جمعات عائلية يعني نتحدث الآن عن عمل خاص بإسم فلسطين كمان بإسم كل الشعب نتحدث عن هذه ذكرى هو شيء كثير كثير حلو أنه تكون انطلاقتك بألحان التراث بالألحان الوطني الفلسطيني جميل جدا أهمية كمان الكتاب الفلسطينيين في التركيز على مثل هذه المناسبات لم يقدموا من أعمالي؟ يعني أنا باعتقادي أن الكلمة رفيقة البندوقية منذ الضلقة الأولى مرورا بكل محطات التاريخ الفلسطيني والكلمة يعني هي ثورتنا الأولى وهي المقاوم لوضعنا السياسي ووضع قضيتنا الفلسطينية يعني قسان كنفان اسمحوا لي في هذا المجال يعني قال بالدم نكتب لفلسطين وفعلها وكذلك عبد الرحيم محمود قال على أحمل روحي وألقي بها في مهاو الرد أيضا وفعلها فشكرا لهم مرتين لأنهم قالوا وفعلوا ولازمنا نعول على الفعل الثقافي المقاوم الذي يمشي جنبا إلى جنب إلى نظام سياستنا الفلسطينية باتجاه الدولة المستقلة وباتجاه التحرير ونحن نكمل معا المثقف والسياسي والمواطن نكمل هذه الحالة معبرين عن رفضنا الواسع الذي على البريطانيين الآن أن يعتدلوا لشعبنا الفلسطيني عن هذه الخطيئة التاريخية التي ارتكبوها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وعليهم أن يعوضوا أبناء شعبنا الفلسطيني عن كل سنوات الضياع والتشتت الذي تبعت هذا الوعد المشؤوم وهذا الحدث الأسود والجريمة المستمرة عبر تاريخنا الفلسطيني ونحن لازمنا في كل ذكرى نؤكد ونرد هذه الطعنة المسمومة إلى العمق البريطاني الذي لا يملك وإلى العمق الصهيوني الذي لا يستحق نعتذر عن ضيق الوقت وكما أنتم تأخرتم في الوصول للأستوديو شكرا جزيلا لك سيد مهر أطرد شاعر كاتب كلمات خابة الوعد بلفور وهمام أيضا أرزقات المغني طبعا نحن لا تمكننا أن نعرض الأغنية نؤعدكم أنه صباحا غدا إن شاء الله يكون موجودة وحاضرة معنا في فرتنا الصباح ونذكر هذه الأغنية بشكل دائم شكرا جزيلا صباح الخير لو تسمحونا رزما من الشكر فقط لتلفزيون فلسطيني ولمعالي الوزير أحمد الساب ولأخونا محمد مدير الفضائية وللمخرج شادي زماري وكذلك شكر مصول كل السواعد التي أنجزت هذا العمل ليخرج إلى النور شكرا لكم شكرا لكم ونحن سعيدين جدا بهذا اللقاء شكرا جزيلا شكرا